مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مشاهدين الكرام في قناتكم كود زكريا لسيل إتعليم السياقة ومرحبا بكم في هذه السيسرة رقم 5 من امتحان نظري وسيل السياقة صنف باء قم لما نبدأو اشتركوا معنا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد و اي اقتراح للقناة او اي ملاحظة خلونا تعليق ديركم نبدأو على بركاته الله سائق سيارة الحمرة قام بزيادة في السرعة ديالو حتى الميت كلمة في الساعة ارتكب مخالفة نعم جواب واحد لا جواب جوش نكمل تجاوز نعم جواب ثلاثة لا جواب اربعة نجاوز حفة السؤال ورقم 1 ربعة غنطرقوا السؤال لول ما بندزوا السؤال الثاني السؤال لوش قالوا لنا هات سيارة الحمرة والنز الدائع كانت غادية باحيettes سواعة من بعد ازادت في السرعة ديالو وصلت ١٠ كم مهمة في الساعة اني وش ارتكب هنا مخالفة يهو الله بالنسبة الهات الطريق فميحدودها السراعة لدينا ماحتودة ب ١٠ كم مهمة v varias ساعES باش عرفنا يا اننا خارج المدينة السراعة محدودة ١٠ كمم في الساعة داخل المدينة محدودة ١٠ وفي طريق السيار محدودة ١٠ كمم في الساعة هاد العربه زادت في mmm سرعة ديالها ربما كانت غادية بـ 90 أو 95 أو 85 زالت السرعة و 3% هي قانونيا أنا ما عنده شي مخالفة لأنها حد المياه كانت تفسار أنا ما عنده شي مخالفة لكن نظريا وإحنا كانت نلتزم بعض القواعد هنا أقول بلي ارتكبت مخالفة لماذا؟ إحنا كيقولنا في القواعد إذا بغدت شي عربات تجاوزنا أشنو كنديرهم؟ كنشد لي من ونحتفظ بالسرعة عديالي كنشد لي من ونحتفظ بالسرعة عديالي أي واحد بغيت جاوزني إنت بغيت جاوز هذه العربة شو خصت تدير في الأصل؟ هات الشيارة من جمالية ديال السياقة ومن أدب ديال الطريق أنا مش مكثبت مخالفة هذه لكن هات السيارة شو خصت تدير؟ خاصة تحتفظ بالسرعة ديالها وتشد لي من لكن هي ما يحتفظت بالسرعة ديالها زادت السرعة ديالها ارتكبت مخالفة ولكن هذه المخالفة التي ننظر عليها هنا أرى هي مخالفة نظرية أما قانونيا أنا لا ارتكبت تشي مخالفة أنا وصلت تلمية عند مشكلة ديال السرعة ما ارتكبت تشي مخالفة ارتكبت مخالفة قلنا نعم علاش لأننا من التازمين بالقاعدة ديالها إلا تجاوزش واحد خاصة نحتفظ بسرعة ديالي ونشد لي من علاش نحتفظ بسرعة ديالي من أجل السلامة ديال الطرقية باش أننا ما يوقعش مشكلة في الحوادث هات الشيارة كنقوله خاصة نحتفظه بسرعة حيش باش هذا السائق اللي كيتجاوز كيكون ضارب واحد العملية حسابية في راسه يقولك أنا غنخرج غنوصل لنا غنضوبل يعني انتاقص حساب السرعة دياله باش كوعدنا واحد الجمالية ديال السياقة وباش بأيطار السلامة الطرقية لجميع واخر قلنا نرتكب مخالفة قلنا نعمل لأنه خاصة يحساب السرعة هو نزل السرعة نكمل التجاوز في هذا الحال شو نديره ما يمكنش نكمل التجاوز لازل لانه هو وصل 100 كم متر في السعب وحنا دقلنا السرعة بحدود الفمية كم متر في السعب إيه لازلت أنا بغيت نزيد نتسابقة معاه باش أنا نتجاوزه بحقسين نتزوجه خسين فوت لمية كم متر في السعب هنا غنوصلين تدخلتي في مخالفة ديالسرعة يعني نكمل التجاوز إلا كنتمنى أنكم تفهموا هذا السؤال جاوب اللي صحح فيه هو واحد أربعة نوقف عن مستوى الضواو جواب واحد عن مستوى الخط جواب جوج عن مستوى ممر الراجلين جواب ثلاثة جاو صححب استرى السؤال هو رقم جوج عندنا الضواو الحمر سوف نقفو لكن experienced에 نقفو عند مستوى الخط ما نقفوش عندهم ممر الراجلين ما نقفوش فوق منهم إنهم منوح ولا نقفوش على مساوى ديال الضواو لأن الضواو جاء من مير الممر بالراجلين ومن مير الخط هنا ونقفو حنا happened عند opponent التشوير الطرقي كيشير على أني هل نأخد طريق السيار ديال مرتدي نعم لا جواب جوج. جواب صحيفات سؤال هو رقم جوج. بالنسبة لي. هنا في طرق سيار. كذلك فaramنا ان اكون هناكo. As for it is advised. على التعاملان بدلاً كي diverseا place this is your image. بالنسبة لي when we're vpage this line. يعود رقم هناكي. بالنسبة لي اخرى دهاية ت Rogge. لان هذا الرئيسengo الأو förb 북ي يختار هذه.辍 الم餸or. هنالك أوض군� . يتبقى أن نجد من سيار. Ja, TROKE. حول مع إدمية العلمات الأفقية والعمودية. حول مع إدمية العلمات ، تPSLe time. لا يعني .. لا يعني ال protest Officer . لكن لا يكفيه ال mechimre . سي English V Siber. سيكون من deformدي ، لو كنت إدمية العلمات الفاق الك candidate. كنا نقولوا أننا سأمشوا على الترقصية لكن بما أننا في ليمن ستخرج بالترقصية لذلك شبش جوابنا برقم جوج نزيد من السرعة جواب واحد ندوز مع تخفيض السرعة جواب جوج نوقف جواب ثلاثة جواب صحيفة السؤال هو رقم ثلاثة بالنسبة هنا كنا نقدامي الإشارات الضوئية وإشارات الضوئية نحن نعرفه الضو الخضر نزيده والحمار نوقفه لكن صفر عندنا جوج دي القواعد إلا كان لدينا هات صفر تابت دبنا شنو كنشوفه تابت ما محرك مواله إلا كان تابت كنفهم باللي أنا مرموره غايجي تضو الحمر هنا السؤال تذكر لي لا شكل في هالأمر ندوز ولا نزيد ولا نوقف هنا كان إما عندي اختيار كانشوف الدو صفر مفيكسي غنوقف معندي شي حاجة أخرى ما غنزيد مواله غنوقف إلا كان كيرفرف يعني غيبال لك في الصورة أنه كيتفاو وكيشل حتش حموع كيسوه لني كيفاشر الدو صفر كيرفرف كتعتبر هذك الإشارة الضوئية أنها مخدماش مشي بمعنى أنها مخدماش بما أنها الكشارة كتفر أخدم هذك الدو لكن كنعتبره أنا مخدماش يعني ما كنستعنش به كتستعن بالقواعد لأنك كانت عندك شي علامة في ذاك المنتقات طرق كتستعن بها ما كانتش هذه العلامة كتستعن بالأسبقية لليامين فحاتي لك المنتقات طرق مفيه لبلايك الأولو كنقوله أسبقية لليامين لكن بعض الأسئلة اللي كتتحط ليها ماشي نزيد أو نوقف يلا تبدل الدو صفار واش نكمل طريقي هنا ركن ندخل في قواعد أخرى ديالاش حي الدو صفار حيث هناك يقول لك نقافل أنزيد رأى الدو صفار معرفناش واش ده ما تبدل ولا ما تبدلش ركن نشوفه هذا دو صفار لكني كذكر لك وسؤالي يلا تبدل الدو صفار يعني يلا شعل لك عشنو كتفهم هنا يا انت كان عندك الضوء الخضر وانت جيب واحد السرعة إلا ما كانتش كافيك هذك الطريق باش نعرفها أحسب مسافة الوقوف يعني هنا أحسب مسافة إلا كنت داخل مدينة قد تاخد لو ماكسيم يعني قد تاخد ستين كلمة طرف الساعة إلا كنت خارج مدينة قد تاخد مئة كلمة طرف الساعة أما في طريق السيارة ما غير نظرش عليه لأنه ما هيكون شاد الإشارة التولية تيمة قد تكونش طريق سيارة لكن إلا تذكر لك باش حال انت غادي غات حسب مسافة الوقوف وغاتشوف هذك الطريق اللي انت فيها واش كتساعدك على أنك توقف قبل من هذك الإشارة الضوئية إلا كنت غتخليك أنك توقف في وسط المنتقى طورق في الهداء أنك توقف غيكمل تريق لأنه يلا كيرفر يلا شعل هذك الدصفر عندك ومن بعد شوية شي خمسات ثواني عاد غي يجي عندك الدول الحمر هذا هو الاختلاف أما ميكسي تطعنا سؤال هكا بشكل فعل أمر وما مدكورش لك تشجع شعل واش نزيد أو نقف هنا هذة نقاعدة سهلة إلا كنت دصفر فيكسي أوقف ما تزيدش تفلسف معه ما هو الوقف لكن إلا كان كيرفرف هنا دخل في قواعد أخرى إلا كان العالمات كان أخدمهم كان ما كانش العالمات كان أخدم أن الأسبق هي اليمين وهكذا لكن كيف قلنا إلا تذكر لك سؤال أن يلا شعل الدو صفر يعني هو أكد لك أنه لا دو صفر شعل يعني كان عندك الضوء الخضر ويلا شعل الدو صفر هنا كان ندخله في الحسابات دي المسافة للوقوف واش أنا أنا غنقف قبل هذا الضوء يهل الله إنك الجواب دينا هو رقم جران وقف نكمل تجاوز دينا لهاد الشحينة نعم جواب واحد لا جواب جوج جواب صحيفة السؤال هو رقم واحد بالنسبة لأنا هنا شنو عندي عدنا مثلك الأول دي العادي السير وعدنا الخط المتقطع حنا دي ما كنشوف هدك اللي مجهتنا متشوفش هد البلاصة شوف أنك داخل مر شحينة شنو غيكون الخط اللي مجهتك خط متقطع يعني أنت مسموح لك تجاوز مزينا السهم اللي قدامك كتشوفه هدك ماشي ديالك ديال العربات اللي جاي من قدام لأن السهم كيتجاه لك أنت يعني هدك ما كيعنيكش العربات اللي جاي قدامك هي اللي غتشوف هدك السهم وغيفاموه باللي ما عنده مش حق يتجاوزه خصوه يشده ليمن أنت بديتي العامية تجاوز غتكملها لأنك ما عندك تشي موشكين وطريق قدامك خويق لك شبه جاوبنا برقم واحد فهالطريق مسموح التوقوف على اللي يصر فقط جواب واحد على اللي من فقط جواب جوج على اللي جوانيب بزوج جواب ثلاثة جاوب صحيفة السؤال هو رقم ثلاثة هنا واخر جاوبنا برقم ثلاثة ارى السؤال ما واضحش مية في المية لأن هنا جاوبنا برقم ثلاثة علاش لأن هالطريق كان عرفوها باللي هي طريقة تجي جاو واحد ما شيف الصورة هنا كان عرفوها الطريق كان شايفينا ودزنا منها عرفينا باللي طريقة تجي جاو واحد لكن كسؤال واحد اللي معمروش فهالطريق السؤال ما واضحش نيائيين علاش لأنه عندنا توقوف دائما كنقولو هي مجيه تليامين مجيه تليسر مش كونك تركت ديو كتجيب مجيه تليسر ممنوع لأن تركت ديو كتجيب توقوف جيه تليسر رغم ممنوع لأيش حيث ومخصص العربات اللي جاية من قدام هالي قد توقف على الليمن مزيان هالي من غير مكنتش على العلامة دائما ندرع على الطبيعة دائما إذا كان طريق دو تجاه واحد مسموح لك توقف على الليمن وعلى الليسر دب هنا جاوبنا على جوالي المجوج يعني فهمنا بللي أن الطريق دو تجاه واحد لكن احنا مفادل الصورة مشارونا تشي حاجة اللي كتبين أن الطريق دو تجاه واحد وهذاك العلامة اللي 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 من كتبين ناس ناس يجيين من الليسر حيش كين واحد طريق على يدك الليسر اللي غايجي وغايشوف هذيك العلامة غايفهمو بللي همو مجبرة أنهم يشدو على الليسر يعني مشو على الليسر كادا لكتهاية ما كتبين لأن الطريق دو تجاه واحد يعني هذي الطريق هذي مم في السؤال كان درو كندر على السؤال ما واضحش لي أنه طريق دو تجاه واحد كان بإمكاني نجاوب على الليمن فقط عايقلو حق الطنوبيلات ربما بياج ربما دفخ هذيك دار ومخالفة أنا ما ندرش مخالفة لكن جاوبنا على الجوادي مجوز بكون أنا نقر هذي طريق دو تجاه واحد لكن السؤال ما واضحش اللي كي وضح لي السؤال طريق دو تجاه واحد هما العلامات أو في الأرض كيكون ساهم طويل حيش كين الساهم ليه هو طويل وكين الساهم ليه قصير هذك الساهم ليه قصير لفي هذا كي يدل الساهم الانتقاع كي يقول لك تبع سير آآ الأمام لكن بحاله ساهم هو طويل كيبيل ليه لأنه طريق دو تجاه واحد كذلك العلامة دي طريق دو تجاه واحد اللي هي آآ علامة مربعة وهي بالزرق وفيها الفوق هذي كتلي لها طريق دو تجاه واحد ولا ذكروا لي في السؤال أنا في طريق دو تجاه واحد ما تسموح لي التوقف كان السؤال غيكون منطقي أنا قلت لكم جاوبت لكم برقم ثلاثة بكون أنا الترق كنعرف هكيف اشتغل فهذا الحالة من الواجب نوقف عند علامة قف نعم جواب واحد لا جواب جوج جواب صحيف السؤال هو رقم واحد كذلك فهذا قف كحنا كنقوله دائما في القواعد ما كان وقفوش عند علامة قيف كان وقفوه عند الخط دي القيف لما كان شهد الخط كان وقفوه عند الرأس للملتقى الطرق هاتشي اللي يحافظين يعني عند العلامة ما كان وقفوش كان وقفوه إما عند الخط دي العلامة دي القيف لكي يكون هو غليض ومتصل إما لما كان شهدك الخط كان وقفوه عند الرأس دي الملتقى الطرق لكن هنا ستشوف السؤال شو قال فهذا الحالة وردها فهد الحالرام ولا يجبن على هدهم ملحظم م?" الدول الحمر لشان وقفو احنا اصلا ادازام الذي لديه الحمر ماشي. شففني تلغاجت مو survivor خدام لي الدول حمر كان نلاحظ ان ادازد الحمر هو اد �ama ده في بلاثة. يعني في هذا الحالة اني وقف عند عالما ده سؤال شوية في فخ لكن كقواعد مع ما كان وقفو ش عند العلم تلقف جنوقفو عند الخط اللي كان وقفو عند الراس المال تق Server لكن هاد السؤال قالك في هاد الحالة يمكن ينواجب عليها نوقف عند علامات قيف علاش لانه هي القيف هي والدول الحمر جوا في بلاسة وحدة وفي نوصل الوقت هنا ما غنستعنش بقيف غنستعن بالدول الحمر لانه هنا كيتلغل ميكي بولي الأضواءات شو هاتي ياخد داما كيتلغوا هادا العلامات كيتلغوا لكشي باش جوابنا هنا برقم واحد نخلي دواو الطريق مشعولة نعم جواب واحد لا جواب جوج الجواب صحيح في السؤال هو رقم جوج بالنسبة هنا و opin lemn تقند existence الم some form time stop on the page لكن في هاد الحالة في هاد الضواء تجوWow لان من الوصف wär and then we are in the back من ان انتظام التجمع السكاني يمكن ان sorry for me عن ملتقى الطرق من واجب نوقف لبعض الوقت نعم جواب واحد لا جواب جوش من واجب نعطيها أسبقية العربات اللي جاية من ليمن جواب ثلاثة من ليصر جواب أربعة الجواب صحيفة السؤال هو رقم واحد أربعة واخر نشوفه احنا دبا في ملتقى الطرق على شكل مادار وهذا المادار مدعم بعلامات القيف واخنا قيف كان عارفه دائما كان عطاه أسبقية لليمين لليصر القيف دائما كان عطاه ليمن وليصر هنا شو جوابنا قلنا عند منتقى الطرق من واجب نوقف لبعض الوقت هذي حاجة طبيعية لان كتشوف قيف طرق يخصك توقف ولو تكون ترك خوية كانوا نوقف جوابنا برقم واحد مزيان السؤال الأول لكن السؤال الثاني قالك نواجب نعطي أسبقية العربات اللي جاية من ليمن وليصر جاوبنا هنالليصر كان بكنا نجاوبه بليمن ولا يصر لكن جاوبنا بلا يصر يليش طريقة قاعدة بتقولنا حق المادار ماء لأ هنا ليمن ما كيرش لاحظ ما في المنتقى. الطرق ليمن ما كيرش. نقدرو نهضر وكắmدر في هاد الشي. تعلي ما اذا كل فما عنداش منطق انها تكون حططا هنا لاش? لانه كل فكاتتتحط في المنتقى هالطرق اللي كتكون فيتاة خمسة في الملتقى الطرق. اه لشكل مادر اللي كتكون فيتاة خمسة ديال الطرقات اللي كيدخله. اما في يرا البعض الطرقات قف ما اذا انها째 ما عليانها تحت في ملتاقة الطرق دي المادار في اربعة طرق هنخصها من خمسة الفوق. باش نتمي كتكون داخل نذكر الترق الخامسة. كتكون داخل كتكون ساعتين ليمن ولا يصر قبل ما تدخل للمادار. لكن هنا حطونا بما اننا حطونا كيف وخصنا نجاوبو غير هنا ليمن ما كايش. هنا بدينا نجاوبو اجوبة نظرية. لكن كاكيف. والمادار ما خصاش تحط هاد علامات كيف. خصت تحط ايه طاحق اسبقية اللي هابطة الفلش. اللي هابطة المتلدلة التحت. ولكن ضروري يخص نجاوبو. ليمن ما جاوبناش عليه. لانه ليمن اصلا ما كانش. كان غير ليسر. لكشي بجاوبنا برقم واحد. ربعة. نسمح السيارة بالمرور. نعم جواب واحد. لا جواب جوج. جواب صحيح في السؤال هو رقم جوج. هاد السيارة اللي قدمي ليش على مؤشرة تغير تيجاه دي اللي يصر. كان في موقف دي السيارة. يعني كانت متوقفة. هي بغاية تخرج. احنا دائما في القواعد كنقول لي. ويخرج موقف سيارات. او يخرج مكان ديال التوقف. كي يعطي الاسبق يا جميع مستعملين التاريق. عالك جزء هو. انا داخل فهد جميع مستعملين التاريق. اني انا قسي ندوزنا لول. قولنا نسمح السيارة بالمرور. قولنا لا.